موسيقى هذا واحد من أهم المواقع التاريخية في اليمن ففي هذا المبنى الواقع في قلب العاصمة صنعاء توجد نحو ألفي قطعة أثرية ثمينة ونادرة هنا يقف أحد أعظم الملوك التاريخيين لممالك سبأ وذوريدان وحضر موت وبالقرب منه يرقد أحد أبرز السادة السبائيين القدامى المئات من القطع والشواهد الأثرية لمختلف الحضارات التي تعاقبت على اليمن بدءا من العصر الحجري وصولا إلى العصر الإسلامي أعيد تجميعها هنا داخل المتحف الوطني ومتحف الموروث الشعبي في صنعاء هذا قطعة أثرية لدينا حقيقية ولدينا موروث والآن ومتفون ومكنوز ونحن نحب ونشد على أيدي المواطنين والطلاب بشكل عام وشي جميع شرائح المجتمع اليمني بشكل عام المحافظة على هذا الموروث كلاسيما وأن اليمن تمتلك كنوز أثرية يمكن لا زالت مطوية وتحتاج إلى البحث عنها وجلدنا من النقوش لأن الإنسان اليمني عندما بدأ يدرك أن ذاكرته لم تستطيع أن تخزن ما لديه معلومات فلجأ إلى الأحجار والسلصال وإلى الأشيار ليقوم بكتابة والخط عليها ونحن من خلال هذه البخطوطات نستطيع أن نستمد شواهد تاريخية شواهد تاريخية عن اليمن عن حضارة سبا عن حضارة حمير معين سبا وهكذا اليوم تعود الحياة إلى هذا المكان التاريخي بعد أن ضل مغلقا لنحو ثلاثة عشر عاما أمام الزوار والباحثين بسبب الحرب والظروف الأمنية التي تعيشها البلاد وعدم وجود ميزانية تشغيلية من قبل الحكومات المتعاقبة ينقاسم المتحف الوطني إلى أقسام عديدة موزعة بين الآثار والمخطوطات وقسم خاص بالنقود وتؤدي دورا مهما في التعريف بتاريخ وحضارة اليمن وتعزيز الهوية الوطنية وجذب السياح والباحثين من مختلف أنحاء العالم والله المتحف الوطني شيء جميل اليوم كان الافتتاح استضافوا مجموعة من الزوار من البلد نفسه ومن خارج البلد فتحوا الدورة الثانية للمتحف الوطني وكان فيه مجموعة من القاعات قاعة الجوف والقاعة معين وقاعة سباء ورغم هذا التراث التاريخي المهم إلا إن المتحف الوطني وغيره من المتاحف في اليمن تعاني من سوء حالة البنية التحتية ونقص حاد في الميزانيات المالية للصيانة ودفع الرواتب كما يفتقر موظفو المتاحف إلى التدريب والتأهيل تشير التقديرات إلى أن اليمن فقدت أكثر من سبعين في المائة من آثارها خلال العقود القليلة الماضية حيث يعاني اليمن من ضعف في الرقابة على الحدود والمواقع الأثرية مما يسهل على المهربين تهريب الآثار وبيعها في الأسواق الدولية اليوم وقد أعيد افتتاح هذا المتحف الذي أسس قبل خمسة عقود هل تنجح الجهات المعنية في إعادة الحياة لهذا المتحف المهم والتسويق لزيارته من قبل السياح وهل ستكون الجهات الأمنية قادرة على حماية الآثار التي بداخله من التهريب في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلاد ترجمة نانسي قنقر